توقف سائق سيارة الأجرة العاملون باتجاه العاصمة من فرج وواميل عن العمل بسبب منعهم من جلب مسافرين في رحلة العودة برقعنا مدة أكثر من سبعة أشهر ونحن كسيارة الأجرة من الولايات نوعاني في صمص الإشكال هو قيم الإدارة خربة الجزيرة العاصمة بإبعادنا من محطة الخربة ويدخال سيارة الأجرة لدائرة شلغوم العيد غياب محطة لنقل المسافرين تركهم في معاناة كبيرة عدم فتح المحطة البرية الجديدة الغربية لولاية ميلة والتي أطرت سلبا على معظم الخطوط البرية مبيل الولايات الانشغال نقلناه إلى مدير النقل فردق إلن تم الاتفاق على نقل الانشغال إلى السلطات المختصة حسب الإختصاص الإقليمي لأنه محطة الخربة توجد على مستوى العاصمة المحطات البرية على مستوى ويلة ميلة إننا محطتين رحي نسبة الإنجاز ستفوت الـ 50% يتم حاليا تسوية بعض الوتيق الإدارية الخاصة بملفة المستثمرين وإلى غاية حل الإشكال تبقى معاناة سواق سيارات الأجرى من ولاية ميلة إلى العاصمة متواصلة ضف إليها معاناة المسافرين